مادام مادام جورج صباح الخير. صباح النور. اهلا بيكي. اه ما علش انا كنت عندي سؤال انا اه عندي ورا مليفي اه ومخلفة عليه مرتين. كويس. والمفروض ان انا باخد اه اللي هي رسمانها الحملة اللي هي جسمن. كويس. اه ياسمين. والدورة المتاخرة عندي بقالها اسبوع. هي اخر دورة كانت يوم ستة سبعة. ماشي. فهل كده في حمل ولا ما فيه? واحد الورم اللي في حاج مؤدية? اه حوالي تلاتة سنتي. اي تلاتة سنتي. تاني حاجة. حضرتك بتاخدي الياسمين بانتظام ولا برخبطت فيه? لا لا بانتظام. طب حضرتك في الشريط يعني حضرتك قطعتي ما بين الشريط والشريبي باسبوع تقريبا. اوكي? هلو? هلو سمع حدثك معنا. حضرتك الدورة ما جاتش. وفروض ان انت بعد انتهاء الشريط. وبداية الشريط الجديد ما بينهم اسبوع. انت عملت كده? او. يعني هادلوقتي بقالها كده دخلة في اه عشر تييم. يعني نهاردة يبقى عشر يوم. عشر يوم بعد موقفتي الشهر الراس. لا اه ياسمين كان اخر يوم. كان يوم اه. عملت اختبار حمل? وقت النهاردة الاربع. عملت اختبار حمل? لأ. طب حروض على حمل تحت امرك. هو اه مع رسمانا الحمل غالبا بيبقى صعب ان تحصل فيه لغبطة في الدورة لان رسمانا الحمل اللي هي بتبقى واحد وعشرين يوم وسبعة ايام راحة وهكذا او تلت اسابيع راس واسبوع راحة. دي بنستعملها اصلا لتصبيت الدورة. فهي من احد اسوسائل التصبيب بتاعت الفيريد. فغالبا مع عدم انتظام مع لغبطة الحمل دي احتمال كبير يكون في حمل اوارد طبعا ده عشان قد تكوني لغبطة حضراتك تكوني ابتدتي غلط. دايما لقراس بالذات في اول مرة بنبتديها دايما تاني يوم في البريد عشان امنع التبويض. لكن لو ابتدتها متأخر ممكن يكون التبويض ابتدأ وانا ما وقفتوش مع اني انا اواخد لقراس. فلاسب حضراتك لو سمحتين اعمل اختبار حامل. بالنسبة للورم اللي في اللي هو تلاتة في تلاتة ده حجمه صغير جدا ما يضعوش للقلق. احنا عندنا كتير اوي فيه حاجات بنكبر قيمتها زي الاورام اللي فيه فيه. الورم اللي فيه مع الحمل غالبا ما بيبقاش ليه تأثير بالذات لو هو حجم صغير تلاتة يعني فدوط تلاتة اربعة سنطي ده ما بيعملش مشاكل. بالذات لو مكانه برة تجويف الرحم ده غالبا ما بيعملش مشاكل وما بيبقاش فيه مشكلة. المشكلة بقى لو الورم اللي فيه كبير اوي سبعة تمانية تسعة عشر سنطي ده ممكن يكون مشكلته انه قد يؤدي الى ولادة مبكرة لانه مالي جزء من التجويف البطن مع الحمل فقد يؤدي الى مشكلة. اكبر مشكلة دايما بتحصل مع الاورام اللي فيها مع الحمل هو وجود اوجاع مع الحمل لان بيحصل حاجة اسمها دي جنريشن هي تغير في الانثجة الورم اللي في اثناء الحمل وهذا التغير قد يسبب نوع من الواع الواجع اثناء الحمل وغالبا بيبقى هلاجه لبعض المسكنات ومثبتات الحمل للبروجسترن سواء حقا او اللبوس او القراس هو ده بيبقى الحل بتاعه لكن ما فيش اي مشكلة ان احنا نحمل تاني وربنا اكرم حليك. بالنسبة بقى ساعة الولادة في ناس بتسأل هل الورم اللي في ده قابل ان احنا نشيله ساعة القيصرية لو احنا بلوله القيصرية ولا دايما بنقول اذا كان الورم اللي في في طريقي وهو وانا داخل اعمل القيصرية انا بفتح عليه واشيله بالمرة واعمل القيصرية بتاعتي لكن لو هو بعيد عني ومش في طريقي دع الفتنة تنائمة ما متقربلوش خالص لان الاستقصال الاورام اللي فيها عادة هي عملية بيبقى فيها يعني نزيف كتير في اثناء العملية وده مع الحمل بتبقى الامور اكتر فدع الفتنة تنائمة ما تقربش الورم اللي في ده خالص اللي اذا كان هو في طريقك وانا مضطر الشين وانا داخل اعمل القيصرية نتمنى لحضرتك والامور ان شاء الله يبقى كويسة ترجمة نانسي قنقر